إلى البيت الأبيض حمل بطاركة الشرق الأوسط مذكرة مطالب بعنوين عدة أبرزها حماية المسيحيين في العراق وسوريا وحماية لبنان من النتائج السلبية للحرب في هذين البلدين لا سيما وأنه يعاني مشكلة النازحين التي تضاف إلى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الرئيس الأمريكي باراك أوباما فجأهم بالحضور للقائهم حيث استمع لكل واحد منهم وأبرز ما أكده هو الدعم للبنان وللاستقرار فيه بندسبة أيضا لسوريا طلبت منه ومن سوزان قلت لهم تكلمتم عن المساعدات المادية هل لكم أن تقولوا كلمة وأنتم شاطرين ومحنكين أن تقولوا كلمة سياسية فلم يكن هناك جواب ولكن نحن قلنا لهم ما نريد أنه ما يسمى المعارضة المعتدلة غير موجودة أولا معارضة ما فيه وثانية معتدلة مش بي عليها حتى تكون معديدة أولا والآن مهما كان لا يجب أن يكون أي تصرف من قبل أمريكا مدعاة لإثارة حرب تزيد مأساة الناس قمة الدفاع عن المسيحيين انتهت بتحولها مؤسسة ستتوسع في كل الولايات ومع كل الكنائس الأمريكية بهدف الدفاع عن المسيحيين وراء الكواليس كان فيه تجاذب بس ما بيّن على الصحة ولا بيّن بالمقررات المقررات كتير عادلة وكتير محقّة للمسيحيين يلي عم يتعزبوا بالشرق وإن شاء الله الأمريكيين يكملوا طريقهم بالموضوع مثل ما وعندهم الرئيس الأمريكيين أنه يكمل طريقهم حتى يأخذ هذا الموضوع عن جد مش يأجدوا للرئيس اللي بعده غادر المشاركون في المؤتمر والبطريارك الراعي اختتم زيارته لواشنطن بقداس إلهي على أن ينطلق بعدها في جولة على ثلاث بلايات أمريكية مقررات قمة الدفاع عن المسيحيين وقبل أن تصدر بنهاية المناقشات كانت أصبحت في عهدة الإدارة الأمريكية التي لا يمكنها بعد الآن أن تتجاهل قضية شعوب تقتلع من جذورها في مهد المسيحية وبتهجيرهم تتغير هوية الشرق الأوسط من واشنطن كريستيان جعارة هودا شديد LBCI